موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبة المشاهدين أهلا وسهلا بكم بالتغطية المستمرة لقناة الأيام الفضائية لمواكبة الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد الخبر الأكبر والأهم هو القصف من الجمهورية الإسلامية في إيران والعملية العسكرية التي سميت اليوم الوعد الصادق الثانية التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني بالعاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب إضافة إلى الأخبار المفرحة التي قاعد توصل إلى كل وكالات الأنباء حول النجاحات الكبيرة للمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان حزب الله بإيقاف تقدم القوات الصهيونية بل الإيقاع بهم بكماء كبيرة وهم جدا أثرت اليوم حتى على تقدمهم على آلياتهم العسكرية بالوصل الموضوع إلى العشرات بين مصاب وقتيل بقوات العدو طبعا أحبت المشاهدين راح نناقش كل هذا مع ضيوفنا الأكارم بالستوديو الدكتور حيدر الأستاذ الدكتور حيدر البرزينشي الباحث بالشأن السياسي أهل المسهم بك الدكتور وننتظر الأستاذ علي شكر من لبنان الباحث بالشأن السياسي أبدأ اليوم تقديرتنا مع الدكتور حيدر دكتور يعني نريد تعريف كباحث سياسي على العملية عملية الوعد الصادق الثانية اللي تقامت بها الجمهورية الإسلامية هل نصنفها بأبجديات السياسة على أنها عملية ردع من النوع الممتاز نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجنابك ولمتابعي قناتكم ولو ضيفكم الكريم طبعا نعزي كادر القناة ونعزي مراجعنا العظام وقادة محور المقاومة وجمهوره وبيئته بارتقاء السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه شهيدا مخضبا بدمه عزة وكرامة ودفاعا عن أهله وعن كرامته وعن عزته وعن بلده وعن القضية الفلسطينية بصورة عامة هو الرجل أربعون عاما وأكثر في الجهاد معروف تاريخ سمحت السيد حسن نصر الله والذي يفتخر به الأعداء قبل الأصدقاء بالضبط يعني هناك شهادات عديدة بشهامة وكرامة ومنعة هذا الرجل من كل الذي طرحه أخيرا قبل شهادته عرضت عليه الدنيا بما يريد كل شيء ممكن أن نعطيك فقط أوقفوا الدعم للمقاومة الفلسطينية والضربات أو الرشقات الصاروخية التي تنطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى ولكن كل هذه العروض رفضت طبعا عربية وأمريكية بوساطات من خلال وسطاء حتى الكيان الصهيوني إذا عندك معلومات شنو مثلا أحد العروض يعني ممكن أن نعيد بناء لبنان بالأجمع كلها والحصار الاقتصادي والبنوك والأضرار التي حصلت دفعوها من عام 2006 بأثر رجعي وكل شيء كل ما تريدونه كل شيء متاح ومباح للحزب والحزب يكون له يد الطولة بلبنان وتسوية الملفات أو الخلافات السياسية ولكم ما تريدون ولكن هناك الأمر مختلف على أن يصبح أو تكون لبنان داجا وتفقد كرامتها وعزتها وتكون عبدا قن بيد الأمريكان ومحور الشر هذا ما ممكن نعم الأمر الآخر قضية سياسة الصدع والردع أو القوة النارية التي تم الرد من خلال الجمهورية الإسلامية كانت بصراحة لديها قطعت وعدا وعطت أهدا بالرد على حادثة الاغتيال الإجرامية من قبل الكيان الصهيونية التي حصلت في طهران وذهب نتيجة هذا الحادث ارتقاء الشهيد إسماعيل هنين الموضوع لماذا تأخر الرد أولا وكيف كان الرد ثانيا ولماذا البعض يتحدث عن أنه هل إيران تخلت عن حزب الله وعن المقاومة وهذه البروبوغاندا الإعلامية والسردية الصهيونية التي رددها بعض الإعلاميين العرب والعراقيين هذا البوس الذي انتشر قبل الضربة الطهران هادئ وهذا انتشر على البيجان هذه صناعة المحتوى الصهيوني أو الإعلام الصهيوني الناطق باللغة العربية أو الناطق باللغة العبرية للأسف الشديد لكن بلسان عربي هذه كلها كانت بيجات وصفحات ممولة ومعروفة أصبحت معروفة ومكشوفة ومو الآن في كل فتنة وفي كل محنة غايتها التصغير غايتها سلب الوعي بثروح الإحباط بين أبناء بيئة المقاومة الاستهزاء طبعا بالنتيجة المنسوب الوعي لدى الأمة عالي عرفت بعد أكثر من ثمانية عقود من الصراع بين طبعا هم سموا الصراع العربي لا نقول صراع الإسلامي صراع الحقي مع الباطل مع القضية الفلسطينية تجاه الكيام الصهير نعم كل هذه المعطيات نضعها أمام الناس بواقعية وبموضوعية إيران كدولة كان يفترض أنه المقاومة لديها رجال ولديها أفعال ولديها تجارب هي التي تخوض المعركة في لبنان باعتبار أنه الأرض لبنانية ولبنان دولة فعلا ولديها قوة حقيقية داخل أراضي لبنانية والسيد رحمة الله ورضوانه لم يطلب رجال ومساعدة من أي دولة من دول المحور وكما وصفها في خطابات متعددة وحدة الساحات تحقق مصداق وحدة الساحات فيما حصل في فلسطين الرد جاء وحصل الرد الإيراني بغية ردع هذا الوحش الكاسر المجنون المغامر الذي لا يفهم إلا لغة القوة وكما وصفته المرجعية العليا الرشيدة في النجف الأشرف سماحة السيد آية الله العظمى السيد علي الحسينية السستاني قال إنه لا استقرار في بيان سابق إلا بزوال هذا الكريم زوال هذا الكريم ثم بعد الحادثة التي حصلت قبل استشهاد السيد عندما تم الاعتداء على الضاحية الجنوبية وتكرار الاستهداء المدنيين بحادثة البيجر وغيرها بالضبط أردفها ببيان وكانت مضامين البيان من ثمان نقاط كلش مهمة نعم تحدث فيها سماحة السيد المرجع عن أن هناك أمر جلل سوف يحدث يعني استقراء المرجعية أو استشراف المرجعية نأنا نؤمن بأنه المرجعية وكيلة الإمام الغار طبعا عقيدة نعم نعم كما حصل في أيام التصدي لداعش حسل بعض قالوا أين إيران؟ ردت إيران قالوا لا هذا الرد ما بي قتله ولا بي جرحه شنو هذا الرد؟ طبعا أكو فرق بالمبدأ بالأخلاق بالشريعة إيران عندما ترد ردت على منشآت عسكرية ومنشآت عسكرية معروفة مطارات قواعد عسكرية المقر الموساد العدو يحترف أعلن العدو أنه ثلاث قواعد عسكرية فبالقرب من تلك هو العدو يحترف بس العرب والصهايين ما يحترفون مدونين الدونيين العراقيين ما يحترفون لأن هذه القضية مو من مصلحتهم بالنتيجة هل ممكن أن كانوا يكون الرد على مدن فيها سكان وفيها بعدد نعم قد ممكن كان يكون الضحايا على عدد هذه يعني أفضل الدقة التي تصل إلى القواعد العسكرية ممكن على مجمعات سكنية بالداخل الصهيوني يبيد الكيان ومن في الكيان من مستوطينين صهايين لكن أكو قواعد اشتباك ألزمت فيها الجمهورية نفسها كما ألزم الحزب نفسه بأن لا يستهدف مدنية عكس الصهايين معدن مشكلة أطفال نساء شيوخ مدارس جوامع كنائس كل شيء استهدفوا في غزة استخدمون سياسة الأرض المحوظة الظاحية الآن نعم نعم الصور في عام 2006 أبيضة الظاحية يعني الظاحية كانت تراب لكنه نتيجة هذا الأمر ماذا حصل نصر من الله وفتح قريم نعم سأعود لك دكتور حيدر لكن أذهب إلى ضيفي الآخر الأستاذ علي شكرا الباحث بالشأن السياسي من لبنان أهلا وسهلا بك أستاذ علي تحياتي أعطيكم ألف عافية رب يحفظك أستاذ علي اليوم حقيقة أنت أقرب إلى الحدث كان الكيان الصهيوني كان نتنيوهو يعني يراهن بعد استشهاد السيد حسن نصر الله إعلام الكيان الصهيوني كان يتكلم عن انهيار منظومة حزب الله ولكن الأخبار التي تصل الآن خاصة مع بداية تفكير الكيان الصهيوني بهجم بري أو بدخول بري الخسائر كبيرة بقوات العدو الصهيوني كيف حافظ حزب الله على بنيته مع العلم أنه خسر أكثر من قائد مهم نعم بداية تحية لك ورديوفك وجميع المشاهدين وشكرا على الاستضافة عندما نتحدث عن بنية المقاومة في لبنان هناك تراكم لنحو أكثر من أربعة عقود على مستوى العمل الميداني على مستوى العمل المقاومة مع العدو الإسرائيلي وبالتالي تطورت المقاومة من نواة صغيرة بدأت بعمليات ضد العدو الإسرائيلي خلال اشتياحي واحتلاله لإراضي لبنان تطورت إلى هيكلية متكاملة على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي السياسي وأيضا بقي النطاق الجهادي أمرا أساسيا في عمل المقاومة انطلاقا من أهدافها ودورها وأسباب نشأتها اليوم بعد حرب العام 2006 كان هناك نوع من التجربة مع العدو الإسرائيلي وبالتالي وضعت المقاومة عدد سيناريوهات وتهيأت خلال نحو عقدين من الزمن لمرحلة حرب مستقبلية مع هذا العدو الذي دائما كان يتحدث عن محاولة استقصار حزب الله والفضاء على المقاومة وغير ذلك فبالتالي كانت على جهوزية تامة ما حصل من استهداف من خلال العدوان الإسرائيلي المتنوع الأوجه طال جزء من بنية المقاومة عندنا نتحدث نحن عن المقاومة نحن نتحدث عن عشرات الألاف من المجاهدين نتحدث عن بنية تنظيمية وهيكلية إدارية ترتبط بالحزب كحزب سياسي كحزب له مؤسساته الرعائية له مؤسساته الإدارية وحتى لديه بنية اقتصادية فبالتالي هناك مجموعة من الهياكل والبنى الموجودة لدى الحزب على مستوى البنية الجهادية البنية القتالية كان هناك توزيع على خمس مجموعات عمليا لخمس نطاقات جغرافية اثنان منهما في منطقة الجنوب في مقابل الشريط القدودي المختال منطقة عميقة ومنطقة مواجهة بشكل مباشر وهناك منطقة بقاع منطقة بيروت ومنطقة في الجنوب متأخرة نسبيا كل هذه النطاقات على مستوى التحضير والأعداد لمواجهة العدو هي جاهزة لديها هكليتها وقاضتها وبنيتها بشكل متكامل هناك نطاقات أخرى تتعلق بأنواع أخرى من استخدام يعني هذا نتحدث عن المواجهة المباشرة بالأسلحة البسيطة هناك بنية متكاملة وموجودة لدى المقاومة هذه الدنيا عمليا لم تتأثر بكل هذا العدوان الذي تعرضت له ما تأثر هو مجالات أخرى بمعنى القطاع المرتبط بتصنيع المسيرات ربما القطاع المرتبط بأوامر القيادة أو القيادة المرتبطة بإعطاء الأوامر لوجستيا لبعض أنواع الأسلحة وأيضا القيادة الأساسية المتمثلة بالأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله الوهج الذي كان يمتلكه على مستوى إدارة المقاومة هذه الأجزاء فقدتها المقاومة عمليا ولكن انميزنا بين هذا القطاع الذي له علاقة بإدارة الواقع السياسي للمقاومة ودورها على المستوى المحلي والإقليم وما إلى هناك والذي يحتاج إلى إعادة ترميم ووفق نائب الأمين العام الشيط نعيم طاطم هو اليوم قيد الترميم وقيد إنتاج قيادة جديدة وأمانة عامة جديدة هذا القطاع لم يؤثر فعليا في البنية الجهادية للتجهيز اللوجستي والبشري للمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي لذلك عندما بدأ العدو الإسرائيلي بالعمل البري بخطوات محدودة في مطاقات معينة وجدنا نوع من الاستقسال والقدرة للمقاومة الجهزية تامة على الاستمرار بقتال بفعالية وكأن شيئا لم يحصل على مستوى ضرب البنية التنظيمية والهيكلية واستهداف القيادات لأن هذا الأمر هو الذي مكن المقاومة من أن تكون مستعدة على عدة مستويات على المستوى اللوجستي الميداني في وجه العدو الإسرائيلي هي كاملة الفعالية جاهزة بشكل تام وهذه الأيام التي تمر تبين هذا النوع من الجهوزية نعم أستاذ علي هل اليوم الرد الإيراني على تل أبيب أثر إيجابيا بالروح المعنوية لمقاتلي حزب الله بالتأكيد عندما نتحدث عن أن هناك نوع من الأحباط ربما على مستوى الشباب المجاهدين على مستوى أعضاء التنظيم بكافة أشكاله الإدارية الإعلامية الانتصادية السياسية وغير ذلك وعلى مستوى الحاضنة الشعبية وحتى على المستوى اللبناني ككل كانت الضربات التي تعرضت لها المقاومة كبيرة ولكن أسوأ ربما ضربة وأكبر ضربة كانت مشكلة للعمل الأحباط المرتبط بالسياق العام كانت عملية استهداف الأمين العام الشهيد حسن نصر الله وبالتالي هذا البعد خلق حالة من التراجع الانكفاء الانكسار ربما لدى الجميع وخاصة شباب المقاومة الذين يعتبرونه الموزج الأقدر والأمثل والذي كان يعطيهم دائما الزخم في المعنويات جاء الرد الإيراني بالأمس ليعيد إلى حد ما نوع من الحيوية ويبين عن أن المقاومة ليست متروكة على الرغم من أنها فقدت جزء من قيادتها الأساسية وعلى رغم خسارة الأمين العام وحجم هذه الخسارة ولكن المقاومة هي جزء من مشروع متكامل في المنطقة جزء من وحدة الساحات جزء من استراتيجية تجاه العدو الإسرائيلي تستكمل طريقها وبالتالي كانت هذه الردود بالأمس عاملا إيجابيا بشكل كبير على مستوى الشباب المقاومة وعلى مستوى الحال العاما للمقاومة في لبنان نعم أستاذ علي سعود إليك وعدة قليل أنتقل إلى الدكتور حيدر دكتور حيدر الآن الأخبار اللي قاعد ترد أنه هناك تعطل كبير مثلا بالمنطقة الشمالية للكيان الصيوني المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة بموضوعات الكهرباء أيضا استهدف المقاومة حزب الله هذه المحطات الخسار بنصف يوم من اليوم الأول تقريبا لدخول بري أقل من أربعمائة متر أكثر من ستة وثلاثين إلى ثمانية وثلاثين بين مصاب وبين قتيل بقوات العدو الصيوني هل أخطأ نتنياهو باتخاذ قرار الدخول البري؟ نشوف نتنياهو وصل إلى مرحلة من التغطرس ومن العجب قام يتحدث عن شرق أوسط جديد ما لا يعرفه البعض أنه أمريكا تخلت عن الكيان أمريكا تركت إسرائيل أو تخلت عن إسرائيل كيف؟ يعني يوم أمس أكثر من أربعمائة صاروخ إلى ثلاثمائة صاروخ هذا العدد لكن حتماً العدد الرسمي تقريباً مئتين وثمانين وصل مئتين وصلاً نعم إذا مو أكثر أكثر من مئتين وعشرين صاروخ بحسب بيانه ما تم إسقاط من قبل الوجود الأمريكي في المنطقة هو عشر أمريكا كذلك تريد أن تقول للكيان أقل من ثلاثة بالمئة إيه أقل 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 من ثلاثة تريد تقولهم أنه توصل رسالة أنه إذا استمريتم بهذه الغطرسة وهذا الكلام اللي هو أكبر من حجمكم هي نعم داعمة بكلها وبكل شيء وتعتبر هذا الوجود السرطاني أو الغدة السرطانية في هذه البقعة الجغرافية يشكل حديقة خلفية بالنسبة لها ووجود أساسي لتمزيق المنطقة بكيفما تشاء وفق سيناريوهات معدة داعش غيرها قاعدة كذا اختتال إعادة خارطة المنطقة شرق أوسط جديد كل هذه السيناريوهات اللي كلها أجهضت بفضل وببركة المقاومة هذا المشروع الكبير اللي هو داعش اللي أجهض في المنطقة العراق كان يدافع عن المنطقة بالكل بالضبط دول عربية وغيرها نتيجة إحباط هذا المخطط الخبيث اللي مشترك الكيان ومجموعة ولاية المتحدة وغيرها من دول بعض الدول الأوروبية كانت نتيجة واستهداف قائدين عظيمين هما الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليمان رحمه اليوم رضوان الله تعالى اليوم استهداف الشهيد القائد سيد حسن نصر الله ورفقائه من القيادة هو لإجهاض مشروع المقاومة في هذه البقعة الجغرافية ومحاولة فصل الساحة فصل الساحات عن بعضها البعض يعني عزل لبنان عن سوريا ولذلك شفنا يوم قبل يوم أمس كان هناك استهداف لسوريا صح في منطقة المزل المزل نعم تركيز لأنه يكون مقار أمنية ووضع أمني هناك كذا استشهدت أحد الإعلاميات أحد الإعلاميات وأيضا كان هناك بعض الجرحة وطبعا هناك دفاعات جوية تصدد لهذا العدوان محاولة فصل الساحات حتى من ضمنها إيقاف الرحلات من العراق باتجاه لبنان رغم وجود طبعا وهذه نقطة مهمة أريد أن أبينها وناشد الحكومة العراقية بأن بعض الجالية العراقية ما زالوا متواجدين في لبنان وضرورة أن يتم إخلاء الجالية العراقية وبعض الأخوة اللبنانيين مارد أبتعد عن الموضوع هل هدد الطيران العراقي فعلا؟ يقال أنه هدد بالمسيارات لكنه مسموح لشركة ميدالست أن تنزل في أربي يعني هناك ما زالت الرحلات شركة ميدالست هي شركة لبنانية طيران لبناني مسموح إلى أن ينزل وين؟ فقط في أربي ليش ما يجي البغداد؟ شن السبب؟ وهاي يشوف ناس لازم أسره على الرحلات سأي جزئية مهمة كنت تثبت هذا قرار صهيوني؟ قرار سيقولون على أساس أنه أمريكا تعرف أمريكا يمسيطرة على أجواء نعم وأكيد أنه ما يسمحون للطيران العراقي لكن ممكن إذا هذه تصح فغيرها لماذا لا يصح؟ وتعرف التلمعانات والعراق طبعا بكله بمرجعيته بحكومته بنوابه بوزرائه بفعالياته بقياداته السياسية بإطاره بكل القيادات السياسية والفعاليات المجتمعية داعم للقضية الفلسطينية ولما يتعرض له الأخوة اللبنانيين من انتهاكات واضحة من قبل الكيان الصهيون نرجع الموضوع لأنه أمريكا تخلت فيما حصل يوم أمس من الرد الإيراني لأنه تريد أن تعطي رسالة للكيان عليك أن تفهم أنه ليس كل ما يمكن أن تفكر به أن يحصل وفق مزاجك فكان ماكو تصدي للصواري أنا أتحدث معاك الآن أخبار عاجلة تصدر من الكيان سنرد والرد سيكون قاسي والرد كذا والرد كذا يتجرؤون على الرد هم عندهم مشكلة عسكرية نعم أنا تتحدث هنا بالجانب العسكري بحسب الخبراء العسكريين نعم إسرائيل أو الكيان الصهيوني لا يمتلك قوة صاروخية كما يمتلكها الجمهورية الإسلامية يعني ما عندها صاروخي وصلت ألفين كيلو متر أو ألف وخمسمائة كيلو متر يتكلم بأنه سأرود ما هو طريقة الرد هو الرد بطريقتي إما أن يكون من خلال الطيران وهذا الطيران لازم يدخل للأجواء نعم لأنه الطائرة ليست لديها القدرة على أن تقصف من خارج أجواء الجمهورية الإسلامية يعني وين تروح لو توقف على العراق لو تروح على بيامكان على عراق ماكو غيرها فإحنا ما نسمح بهذا الشي قطعا الأجواء مالتنا إحنا بيدين لو في الولايات الأمريكان كنت تسمح يعني إذا كانت الأمريكان تسمحوا لكن بنفس الوقت الجمهورية عدها يعني عدها ما يقيها دفاعات جوية دفاعات جوية وحصنا دفاعات الجوية طبعا خلال الأشهر الماضية تقع تلك دفاعات جوية إيرانية وروسية هم عدهم دفاعاتهم الجوية اللي ممكن أن مو صواريك يتلحظتك ما يستطيعون أن يستخدم صواريك كطائرات طائرات إذا كانت F-16 وإذا كانت F-35 وتعرف هذه أيضا تحتاج لها يعني الوقود ما لها ينفذ يرادلها إغضاء جوي يعني ما ممكن أن تخرج هذه الطائرات نعم وإحنا لدينا تجربة لا سامح الله يا رب إن شاء الله كل هذه خطتكم تفشل قبل تقريبا ثلاثة أيام أو أربعة أيام ألف وثمانمائة كيلو من تل أبيب إلى اليمن الحديدة أيضا سواء رضاع جو طائرات هم ما يقدرون إلا من خلال رضاع الجو وتعرف ذاك بحر هذا يختلف أو أكو تهديدات أرضية مقاومة من أحوار فيجب أن يدخلوا لأجواء ثم بدخولهم لأجواء لا يعني هذا سيناريو هو يعني محترض يجوز من كرماشان يريد يضربون منطقة معينة يعني يجوز ما ذلك يضربون طهران أو بقية المدن المجاورة لازم يدخل مئة وخمس كيلو حتى يستطيع أن يستهدف منشآت عسكرية أو منشآت حيوية وبالتالي الجمهورية أعلنت أنها ستمحو الكيان إذا فكر في الرد فهم الآن شفنا البارحة النتنياهو يرجف يرتجف خوفا ورعبا وهذه الرسالة رأيض توصل لها بالمناسبة أسأل بعض يقول الله يخبرنا لما سوزهم شوي أكو اتفاق أو الجمهورية أبلغت أمريكا لا الجمهورية أبلغت قبل ساعة من الضربة والأمريكان طرح بالمناسبة مو أبلغت الأمريكان أبلغت من ينوب عنهم لأنه أنا سأرد طبعا هذه ليش ليش أبلغهم لأنه رغم الموت السريري لمجلس الأمين والأمم المتحدة لكن حتى تقولهم أنا جاء أستخدم الحقي القانوني ما زالت الجمهورية تراعي القوانين الدولية والقوانين النافذة نعم في ردها في حق الرد على الكيان الصهيوني من هذا الباب أبلغت قبل ساعة والأمريكان تقصدوا ويبلغون الكيان قبل نص ساعة ملحقوا حتى يلمون غريضاتهم حتى يكون رد يشفي الغليل من الجمهورية الإسلامية حتى تكتبوا لماذا أشكر النتنياهو الأمريكان قال لهم هم يريدون وصولوا الرسالة ترى لو ما إحنا أنتم لا شيء وإذا بعد عدتها هاي قضية يدون الطولة في الشرق الأوسط هو بدأ يشعر بنشوة الانتصار بعد اختيال الشهداء القادة لا سماحة السيد الأمين العام لحزب الله رضوان الله تعالى عليه شعر أنه خلص حقق الانتصار مغتيلة السيد عباس الموسوي في عام في تسعينيات القرن الماضي واجتيحت بيروت ولبنان في 82 والنتيجة صفرية اتحدث لي عن أهداف عسكرية حققتها الآن الكيان خلال سنة في غزة في داخل غزة ماذا أتحدثان عن برد إلا قبل ساعتين عملينا تحدثان عن واقع نعم ماذا فعلوا فيها قوات الرضوان رضوان الله تعالى عليه ساعات أو سويعات قليلة عدهم الآن 30 بين جريح 38 بين جريح وبين قتيل نعم وضباط وضباط وما لحقوا حتى يخلوهم هم ميدانيا على الأرض ومقبرة الميركافة في عام 2006 شاهد اليوم الأول خمسة دبابات أحرقت للكيان الصهيوني انتقل الأستاذ علي شكر أستاذ علي الآن نتنيه يعيش ظروف عصيبة جدا بعد الضربة الإيرانية خاصة اليوم الرأي العام في المجتمع الصهيوني انقلب عليه كان مع استشهاد السيد حسن نصر الله كان ميال إلى نتنيه تقريبا حسب استطلاعات الرأي خمسة وخمسين بالمئة اليوم تغير الموقف بعد استهداف تل أبيب من قبل الجمهورة الإسلامية الجبهة الشمالية للكيان الصهيوني محترقة اليوم الأول من شبه الاجتياح أو تفكير الاجتياح البري خسائر كبيرة جدا الشمال ما زال إلى الآن خالي من المجتمع الصهيوني هل تتوقع أنه ينجبر اليوم نتنيه بضغوطات ومن وساطات دولية إلى العودة إلى موضوعة الحل السياسي والعودة إلى ما قبل سبع أكتوبر يعني من الوضع أن هناك عاملان يؤثران في إخضاع إسرائيل العمل الأول هو القرار الأمريكي لأننا نعلم بأن هذه المعركة هي معركة أمريكية تجيرها من خلال كيان إسرائيلي وبالتالي ليس هو صاحب القرار فعليا في الاستمرار بالحرب أو توقفها وبالتالي هذا القرار الأمريكي هو الذي قد يؤدي إلى أن توقف إسرائيل المقاومة ودور المقاومة وآليات عملها والضغط الذي يمكن أن تحدثه على الكيان الإسرائيلي مما يجبره على الذهاب باتجاه إيقاف كما كان سابقا في حرب غزة وقبل التوجه نحض الجبهة الشمال كان هناك توجه ومحاولة من الكيان الإسرائيلي سعيا للوصول إلى حضنة مؤقتة وبالتالي لإتقاط الأمريكي ومن ثم الإستمرار في هذه المعركة خاصة بعد أن يعني ورد حديث كثير أو حديث كثيرة حول اندهاك الجنود الجيش الإسرائيلي ضعف قدراتهم القتالية وعجلهم ما بين غزة ورفح وما بين جبهة شمال فلسطين المقتلة لذلك كل هذه القضايا تبين أن الكيان الإسرائيلي اليوم لا يتأثر بالمجتمع الدولي فهم منذ نحو عام حما في تكيام المجازل بكل أشكالها في الداخل الفلسطيني أكثر من 40 ألف شهيد وتم تدمير يعني أجزاء كريرة وأساسية من غزة لم يتأثر بكل المواقف التي أتقلت حتى الدور القضاء الدولي بمعنى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على رغم من إصدارهما يعني قرارات معينة أو توصيات معينة لم يتأثر بها الكيان الإسرائيلي المجتمع الدولي كان عاجزا المنظمة الدولية كانت معطلة بسبب الفيتو الأمريكي وبالتالي كان العدو الإسرائيلي يقوم بما يريد بغض النظر وضربا بعرض الحائط وجود صانون دولي ومنظم قولية اليوم إذا كان هناك حراك دولي فأعتقد بأنه هو بمؤشر أو بإشارة أمريكية وبالتالي هذا الحراك لن يضغط فعليا على الإسرائيلي لن يؤثر بأبيات عمله وبتحركاته وبإسمراره في هذا التصييق والعدوان ولكن إذا كان هذا الحراك مرتبط بقرار أمريكي فأعتقد بأن سنصل إلى نتيجة لذلك عندما نتحدث عن حراك دولي يجب أن ننظر إلى ما خلف هذا الخراك ومن يدير هذا الخراك وما هو الهدف من هذا الخراك هذه القضايا مرتبطة بالقرار الأمريكي أولا وأخيرا وبالتالي خارج القرار الأمريكي وخارج فعالية المقاومة من الصعوبة بمكان الحديث عن أي فاعلية لأي حراك دولي قد نشهده في المرحلة المقبلة نعم أستاذ علي أريد أسئل لك أنا موقف معين يعني جنوبية لبيروت السؤال الآن بدأت بالأيام الأولى أول يوم من أول 48 ساعة كان هناك تحركات لفرنسا لإيقاف الاعتداء إلى آخره نعرف أن هناك علاقة تاريخية بين لبنان وفرنسا الآن فرنسا تقريبا بتعدت عن المشهد الدبلوماسي بتعدت عن الوساطات شلو السبب؟ هناك عاجز على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل وليس فرنسا فقط يعني اليوم السؤال الأساسي أين هو الاتحاد الأوروبي مما يحصل ليس في غزة إنما في أوكرانيا يعني أوكرانيا هي جزء من الساحة الأوروبية تركت لمصيرها من قبل الاتحاد الأوروبي انطلاقها من خرار أمريكي على الرغم من أنه كان هناك نوع من محاولة استفزاز وجر روسيا إلى معركة قد تؤدي الستفزاز الأمريكية الاستفزازها بالداخل تمكن الروسي من أن يتلقف هذا الأمر ويدير دفة المعركة هناك هنا أيضا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي برمته غير فاعل فرنسا كانت قد حاولت في المراحل السابقة لسيما بخصوصها علاقتها مع لبنان وبعض دول الشرق الأوسط وكان هناك المبادرة الفرنسية التي شاهدناها إبباء ما حصل في لبنان في العام 2019 من حراك شعبي كبير ولكن تلك المبادرة كانت بحد ذاتها بتفويد أمريكي الأمريكي أعطى الفرنسي في تلك المرحلة هامشة أن يقوم بدور ما عندما تحرك الفرنسي وبدأ أنه قد يحدث فعالية قام الأمريكي بتعطيب كل المبادرة الفرنسية وأزاحة الفرنسي إلى الخلف لذلك عندما نتحدث عن دور فرنسي أو عن دور أوروبي أو أي دوار أخرى هذه الأدوار هي غير موجودة فعاليا في الساحة الدولية بسبب الضعف الأوروبي وبسبب الانتحاق الأوروبي الكامل على مستوى الانتحاد وعلى مستوى الدول المفردة بالقرار الأمريكي والدليل على ذلك بأننا في المرحلة السابقة ألمانيا بالتحديد وهي رفعة الانتحاد الأوروبي اقتصاديا وبالتالي الداعمة سياسيا لأي مسير الانتحاد الأوروبي عندما كانت مريكا الرئيسة المستشارة الألمانية كانت ذات حيثية موجودة كانت تأخذ قرارات تخالب أحيانا لإرادة الأمريكية وكانت أعطت نوع من الهامش والحيثية لوجود الانتحاد الأوروبي أو على الأقل لألمانيا بشكل منفصل في الساحة العالمية اليوم ألمانيا أصبحت ملحقة كليا بالإدارة الأمريكية بقى الدول الأوروبية ضعيفة وبالتالي هذا المشهد يعبر عن أن هناك نوع من العجز الأوروبي والالتحام بالركب الأمريكي وبالتالي ليس لأوروبا قرار فاعل لا على مستوى الحروب ولا على مستوى الدبلوماسية في المشهد الدولي إلا حينما تقرر الإدارة الأمريكية أن تعطي الأوروبيين سواء على مستوى جماعي من خلال الاتحاد ودور مقواطية وغيره أو عن خلال المستوى الفردي أتكلم الأستاذ علي على الاتحاد الأوروبي على الوساطات الدولية العراق ومع بداية أو اليوم الذي استهدف به سماحة السيد حسن نصر الله طوان الله عليه طلبه عقد اجتماع للجامع العربية ولكن الآن لا يوجد رأت هل العرب يعني مجغولين بموسم الرياض مثلا أو شنو شنو اليوم اللي يخلي العرب هل لبنان وفلسطين موعدة بالجامع العربية شنو سبب هذا التأخير يعني والله الحديث عن هذا الموضوع يفترض احنا مغادري من منع عقود أتفق لعليش حكومتنا الموقرة طلبت هذا الاجتماع الحكومة تطلب يعني اكو سياقات دولية واكو سياقات تريد ان تحرك المياه الراكدة يعني طلب الحكومة من باب شعور بالمسؤولية يلا اخواننا اهلنا يقول على قولة عربنا نعم بيها نار وين الغيرة يا الاحرار صمم بكموا كأنهم على رأسهم الطير لا احد يتحدث وكأنه قتل شعب آمن جريمة فيها نظر طبيعي يعني بالتالي الشعوب حية نابضة بالحياة تتحرك ليست لديها لا خوف ولا تقية ولا يعني حقيقة يجبن بعضهم بعضا عدكم خلاف مع حزب الله عدكم خلاف مع سيد حسن نصر الله طيب ما هذه لبنان تباد كما أبيدت غزة اللي ما حركتها غزة واللي ما اهتز لغزة لن يحركه ما يحصل في لبنان ولن يحركه ما يحصل في جميع الأوطان العربية المسلمة التي تدافق عن أرضها وعن كرامتها وعن سيادتها أنا أسألك أو سؤال عام هل اعتدى حزب الله على حدود أخرى هل تجاوز على أي دولة أخرى لا هو دعم ونصر غزة ولو أوقفت المجازر في غزة لوقف لبنان ولوقف حزب الله ولو أوقفت المجازر التي عجز عنها المجتمع الدولي بكله والجامعة العربية بكلها أن تدخل الحلول السياسية وتوقف تتحرك الدبلوماسية بإيقاف هذا العربية هل هناك أو هل هناك توجد نظرة طائفية من قبل هذه الأنظمة تجاه لبنان أو حزب الله طعاً هذا واضح البارحة نحن شفنا هذه تعرفك للأمانة هناك من يفرح بنصرة يعني حزب الله ولكن تظاهرات في عمان أمس فرحاً بالضربات الإيرانية يو كل جمعة أنا أقول لك كل جمعة سيد حسن كل جمعة في عمان توجد تظاهرات تخرج حاشدة لنصرة فلسطين وغزة ولنصرة المقام نصرة فلسطين وغزة نعلمها ونعلم أن أساسيات أو بنية المجتمع الأردني نصفها تقريباً أصولها من فلسطين ولكن في قلب أمان أمس صور السيد حسن نصر الله والأعلام الإيرانية والهتاف لإيران هناك معادلة دات المغير في قلب أمان تخرج يخرج مجتمع الأردني صاحب الغيرة والشهامة ويقف أمام السفارة الإسرائيلية وكل جمعة هناك طوق أمني حتى ليصر اشتباكات شفنا الشعب ينبض بالحياة وأصلاً لا يستطيع أحد سرغم أنه أكو علاقات وكذا لكن ماكو أحد من الكيان الصهيوني يستطيع السفر إلى الأردن يقطع عرباً يعني ما حد يقدر يوصل يعني أستاذ حيدر أحد الفيديوهات التي انتشرت بموقع التواصل بيوم إعلان حزب الله استشهاد السيد حسن نصر الله أحد الأردنيين كان حامل صورة السيد حسن نصر الله وأحد رجال الأمن الدرك الأردن كما يسمى قال قال انزل صورة هذا الصفوي قال له الصفو أحسن من الصهيوني يعني بهذه الطريقة شوفي يعني أكو موضوع خارج اعتبارات القانونية وخارج الأعراف الدبلوماسية وليش لأنه تجد أن هناك رمز مقاومة وقائد للمقاومة شيعي المذهب حسيني الأصول مقدام همام يناصر المستضعفين من إخوانه مسلمين وغير المسلمين فالفلسطين مو بس مسلمين به بيها مسيحيين وبيها يهود غير متصاهينين لبنان كذلك القضية أبعد هكذا يريدها الصهيوني أن يجعل المجتمعات كاتونات مبنية على المذاهب والطوائفي والأديان حتى يلعب على قضية التفريق والسيادة وهذا معروف فرق تسد نعم لكن دماء الشهداء وحدت الشعوب اليوم ما عدا أحد يحكي موضوعة أنه سيد حسن نصر الله سني أو شيعي أو فلان كذا أو كذا لا هناك هم أكبر هناك قدس هناك فلسطين هناك غزة هذا الشعور الوجداني والإنساني والإسلامي والإسلامي الذي وحد أبناء المجتمعات مجتمعات محور المقاومة وكذلك النسيج السياسي في العراق ما شفنا إلا الدونيين إلا هؤلاء أبناء الصهاينة نعم واللي أغلبهم مو بالعراق أغلبهم عايشين بره النائب السابق أبو لندن هذا ما يستحق مذكر يعني حقيقة ما يستحق مذكر تدريل لأنه هناك سقوط يعني الإنسان عندما يسقط من شاهق من جبل عالي يسمى سقوط من شاهق وهناك من يسقط في الدرك الأسفل من يقبض أموال بمبالغ بخسة 150 ألف دولار يستلم في أحد الدول المجاورة مقابل أن يدعم الصهيونية ويروج لها لا قيمة له أخزاه الله في الدنيا والآخر هو مجموعة من ال هو يشارك تغريدة لإيدي كوهين وإيدي كوهين يشارك تغريدة تبني ليش شوفي الوحدة 8200 أتوقعت نعم نعم نسب بالنتيجة هم يسوون حتى حسابات بأسماء وهمية سعودية وغيرها وعرب يعني يسمون بعض الدول نعم يسوون حسابات بأسماء ويخلون يرفعون علام حتى عراقية واحد يشترف ثاني معروفة ويبدون يدعمون الصهيونية ويشتمون الشيعة ويشتمون المقاومة الناس اللي ما تعرف هذه القضية من يشوف يباوع يقول لك يا باخ لك هذا حركة مشاء هذا سعودي خلق شكذا هذا أردني كذا معروف شنو في حين الشعوب تختلف عن السياسات الدول أقول إحنا أمام مفترق طرق حقيقة لا توجد منطقة رمادية كل الأنظمة العربية اليوم أمام مسؤولية إخلاقية شرائية إنسانية نعم وبالتالي العراق كموقف هو الأكبر والأهم موقف عربي ودولي ما عدا جمهورية الإسلامية وبعض الدول الأخرى يعني لو نتكلم بحقيقة بواقع أيضا مثلا الجزائر جزائر موقف كبير نعم تونس تونس كذلك بعض الدول العربية الأخرى يعني حتى دول أفريقية يمن أكيد ما نمس هذا لا اليمن لا أحنا شوف دول محور المقاومة بعدناها وقلنا نتكلم باستثناء دول محور المقاومة اليمن الغراء اليمن لها الحب والانتماء أصل العرب هذا هي البيئة الاجتماعية العربية الحقيقية نعم اللي أعطوا كل شيء وفق مفاهيم قرآنية ولغتهم ومنطقهم وحجتهم ودفاعهم وصبرهم منطلقا من القرآن الكريم مفاهيم قرآنية إلهية ما عدهم غير هذا نعم ما يحسب ربح وخسارة جيد إذا نضربت إسرائيل شنو رح أخسر وشنو رح أربح نعم أكدول هي عايشة على الكيان يعني معوناتها أموالها تمويلها إذا قطع عنها الكيان يصور يقول لك أنا موت من الجوع وأنا ما مطور يعني يعني مثلا الإمارات تحتاجها مع الكيان أو العربية السعودية تحتاجها مع الكيان أنا قبل سمعت يعني قبل كنت أوصف هناك كيانات وظيفية تعمل خدمة للمشروع الصهيو أمريكي في المنطقة لكن صدقني بحساب المحتملات وصناعة الممكنات هذه الكيانات الوظيفية إلى زوال أنا ما أقصد الشعوب ولكن الأنظمة اللي دائما تحاول أن تكون وكيل عن الكيان الصهيوني في المنطقة قطعا ستسقط أنظمتها ستسقط نعم قد تعيش مرحلة من الرخاء والاستقرار والازدهار وأموال وكذا وغفاهية هسا هم يكون يحضرون سؤال أمام الله إذا كانوا يؤمنون بالآخر يكون يحضرون سؤال أمام أطفال الشهداء اللي ينزفون أنا أعتقد البعض أصبح يعوض الكيان الصهيوني يعني هو يدفع تعويض بدلاً عن الكيان الصهيوني للشهداء والجرحة وكذا بعنوان مساعدات ممكن هسا هاي أصبحت معروفة ومكشوفة نعم أنتقل الأستاذ علي شكر الباحث بالشأن السياسي من لبنان أستاذ علي الآن وحدة السياحات مهمة جداً للمقاومة الإسلامية في لبنان ولكن الآن تحول الأمر بعض الشيء إلى مواجهة برية مواجهة بشرية جندي أمام جندي مقاتل أمام مقاتل هل المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله يحتاج إلى عنصر بشري من محور المقاومة عملياً لا يحتاج ذلك لأننا كما نعلم هناك تقدير لنحو مئة ألف مقاتل لدى حزب الله تضرر نطاق معين من الكاتر البشر ولكنه ليس بكبير نحو خمسة ألاف أصيبوا في عملية البيتجرز بمعنى الأجهزة الاتصال ربما أيضاً هناك أشخاص تضرروا وأصيبوا في سياق الغارات والحملة الجوية الكبيرة التي جنها العدو الإسرائيلي على كل مناطق الدقاء والجنوب وعلى الضاحية الجنوبية يبقى أن هناك إذا تحدثنا عن 10 إلى 15% حصل لديه نوع من الضرر أو الإصابة أو تجويد فعالياته نتحدث عن 70-80% من قدرة المقاومة التزال قادرة وطاعلة وبالتالي هذا العديد البشر بتجهيزاته وتدريبه وقدراته وتجربته مع العدو الإسرائيلي سابقاً هو كافي وليس كافي فقط أعتقد بأن الكيان الإسرائيلي كان في المراحل السابقة يتخوف من أن يكون هناك نوع من الدخول البري من لبنان من قبل المقاومة إلى أراضي في الجليل المحتل أراضي اللبنانية كانت احتلتها إسرائيل وضمتها إلى كيانها ومنت فيها مستوطنات وبالتالي كان هناك دواجه لدى المقاومة أو أحد الخطوط أو يعني الاستراتيجيات التي وضعتها هي استعادة هذه المناطق بدخول يعني مقاومين واستعادتها من الاحتلال الإسرائيلي والمسلطيني والإسرائيليين لذلك أعتقد بأنه على المستوى البشري ليس هناك من حاجة أو داعي لأن يكون هناك استعانة بالإخوة من العراق أو من اليمن أو حتى من سوريا أو من غير دول المقاومة في لبنان عديده البشري كبير هو قادر على أن يقوم بمواجهة العدو الإسرائيلي بشكل فاعل لكن نحن نتحدث أن أقلب آخر عندما تفتح الحرب بالمعنى العام تفتح جبهة في سوريا إذا حصل الحرب موسعة الجبهة الإبنانية مفتوحة جبهة الداخل الفلسطيني بإمكان الساحات الأخرى لسية مدينانية والعراقية الدخول هنا في هذه المعركة التي ستصبح مواجهتها مواجهة فيها عملية برية شاملة وبحرية وجوية في هذه الحال يمكن الحديث على الاستعانة بالإخوة من باقي الدول في محور المقاومة قد نصل لهذه المرحلة استاذ علي قد نصل لهذه المرحلة في حال توسعت الحرب وقام العدو الإسرائيلي بخطوة غير محسوبة النتائج برد فعل على إيران وإيران أعلنت بأنه في حال رد الإسرائيلي سترد ردا مضاعفا إذا ذهبنا في هذا المنح التصاعدي قد نصل إلى هذه المرحلة ولكن نعيد ونقرر ونؤكد على نقطة أساسية بأن هذه المعركة ليست معركة إسرائيل بأقل من دقيقة استاذ علي بالنسبة لإسرائيل ولكن المعركة هي معركة أمريكية أن لم يرد الأمريكية توسعت الحرب لن تتوسع نعم كل التحية والشكر إليك الأستاذ علي شكر الباحث بالشأن السياسي شكرا جزيلا وشكرا أكيد للدكتور حيدر البارزن شكرا جزيلا أحبت المشاهدين إلى هنا تنتهي تقطيتنا لهذه الساعة تقطية خناة الأيام الفضائية مستمرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا